أعطيكم صورة مجزة ملخصة لهذه المشكلة لمشكلة حوزة النجاث لمشكلة دينها الفاسد لمشكلة ما قاموا به من تدمير دين العترة الطاهرة ومن ابتداع دين قذر ضال الصورة هكذا محمد وآل محمد تركوا لنا قرآنهم وتركوا لنا تفسير قرآنهم ثم اشترطوا علينا في بيعة الغدير التي هي أصل الدين وأساس الدين وهي كل شيء بالنسبة لعقيدتنا وديننا مثل ما صرح القرآن بذلك في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته اشترطوا علينا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآنهم بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط ماذا فعل علماء علماء حوزة الطوسي ماذا فعل هؤلاء الأغبياء نقضوا بيعة الغدير كيف نقضوها لم يفسر القرآن مثل ما أخذت علينا المواثيق وإنما ذهبوا إلى النواصب وجاءونا بعلم الرجال وسلطوه على الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير علي وآل علي لقرآنهم وأخذت علينا المواثيق في بيعة الغدير أن نتمسك بهذا التفسير وأن لا نفرق بين القرآن المصحاف وبين تفسير علي وآل علي الذي يتجلى ويظهر في مجموعة الأحاديث التفسيرية التي وضعت لنا منهجا تفسيريا وفي الوقت وفي الوقت نفسه طبقت ذلك المنهجة فعرضت لنا وجوها عديدة من تفسير الآيات الأحاديث التفسيرية تشتمل على هذين الأمرين هناك منهج تفسيري يجب علينا أن نتبعه وهناك تفسير وتأويل في مقدار كبير من الأحاديث لآيات الكتاب حوزة الطوسي عبر مراجعها الأغبياء جاءوا بعلم الرجال الناصبي وسلطوه على الأحاديث التفسيرية وحكموا بضعفها ومن هنا فإنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري تفسير مراجع حوزة الطوسي تشتمل على الموارد التالية المورد الأول المورد الأول ما فسر به النواصب القرآن وفقا لأحاديثهم وما ذكر مؤرخوهم من الحوادث والوقائع وأسباب النزول وغير ذلك ومن القراءة والإعراب والتفاصيل اللغوية كل هذا أخذوه من تفاسير النواصب هذا المورد الأول المورد الثاني ما ابتدعوه هم من آرائهم ومن استحساناتهم الخرقاء في الوقت الذي هم لا خبرة لهم بأسرار الأدب واللغة وإنما يهرفون بما لا يعرفون وهذا واضح في تفاسير علماء الشيعة فهم فهم إما يسرقون من النواصب وإما يتقيأون بقذارات جهلهم المقرفة في كل تفاسير مراجع حوزة النجف ابتداء من الطوسي المشؤوم الذي أسس هذا الشؤم وهذا الضلال وإلى البقية الباقية ممن هم على منهج الضلال هذا المورد الثالث أخذوا بعضا من أحاديث أهل البيت التي إذا لم يأخذوها فإن أمرهم سينكشف عند الشيعة حكاية مراجع النجف في التعامل مع الشيعة المساحة التي لا تطلع الشيعة عليها من التفسير والعقيدة والفتاوى فإنهم يتوافقون ويتطابقون مع النواصب بدرجة مئة بالمئة المساحة التي تطلع الشيعة عليها قناعة المراجع هي غير التي يبينونها لعوام الشيعة ما يبين لعوام الشيعة في العقائد والتفسير والثقافة والفتاوى والأحكام ما يأتي منسجما مع ما اعتادت الشيعة عليه وتعلمته عبر الأجيال الماضية أكان صوابا أم كان خطأا هم اعتادوا على هذا فإن المرجعية الضالة في النجف في حوزة الطوسي تضلل الشيعة وتضحك على ذقون الشيعة أن تقدم لهم دينا وفقا للمزاج الشيعي المتوارث أعود إلى جناية هؤلاء وما فعلوا في ديننا نقضوا بيعة الغدير دمروا الأحاديث التفسيرية واصطنعوا تفسيرا بهذه المواصفات القسم الأكبر مأخوذ من النواصب بشكل مباشر وبنفس الألفاظ والكلمات وقسم مردود إلى هرائهم وهم لا يفقهون لا يفقهون لو أنهم أخذوا كل شيء من النواصب لكان أفضل تفسير النواصب أجود بكثير من تفسير هؤلاء الأغبياء من مراجع الشيعة يمكنكم أن تقارنوا بين تفاسير النواصب وتفاسير مراجع الشيعة القذرة الوسخة تفاسير النواصب أفضل من جهة اللغة من جهة البلاغة بحسب موازينهم لأن مراجع النجفي لا يعملون بموازين العترة لا في اللغة ولا في البلاغة لأنهم أساسا يجهلونها ولا يفقهون منها شيئا مطلقة هم حائرون بين قذارات النواصب وبين قذارات جهلهم وسفاهتهم ولذا هم مضحكة حينما يتحدثون ما هو الإنترنت موجود والوهابيون يضحكون على مراجع الشيعة لأنهم لا يفقهون لا في التأريخ ولا في اللغة ولا في البلاغة ولا في الأدب ولا في سائر التفاصيل التي يأخذونها عن النواصب النواصب أفقه منهم وأعلم منهم هؤلاء مجموعة أغبياء وحمير يضحكون على الجحوش الصغيرة في النجف ويضحكون على عامة الشيعة الذين صنعوا منهم كائنات ديخية لا تفقه شيئا وإنما تلقلق بالذي تلقلق به هذه البغال التي طوت على رؤوسها مقادير من القماش الأبيض أو الأسود فدمروا القرآن وحولوا القرآن إلى كتاب ضلال لأنهم فسروه بالمنهج العمري وفسروه بضلالهم ولم يفسروا القرآن بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير من هنا نشأت ثقافة قرآنية ضالة لا هي كثقافة النواصب بشكل كامل ولا هي كثقافة تعتمد على البلاغة الصحيحة والأدب الصحيح بعيدا عن العترة الطاهرة هؤلاء مجموعة من الثولان ومجموعة من الأغبياء المعتوهين ضحكوا علينا قرونا ولازالوا يضحكون ثم رجعوا إلى أحاديث أهل البيت فسلطوا عليها علم القنادر هذا علم الرجال في أحسن الأحوال قبلوا من أحاديث أهل البيت بنسبة عشر بالمئة بنسبة عشر بالمئة في أحسن الأحوال أما أهسستاني فإنه لا يقبل هذا المقدار بحدود خمسة بالمئة الذي يقبله من حديث أهل البيت فأسسوا دينا على هذه المعطيات هذه معطيات ناقصة مع جهلهم بالعربية هم لا يحسنون العربية نحوا وصرفا ولغة وأدبا وفصاحة وبلاغة وأسرار وتأريخ صدقوني لا يحسنون شيئا من العربية واقع حالهم هو الذي يتحدث عن هذا لا حينما يتحدثون ولا حينما يدرسون ولا حينما يؤلفون ولا حينما يصدرون البيانات ما أنا عرضت عليكم بيانات السستان وكشفت عن أخطائها وعوراتها وعن سفاهة هذه المرجعية التي لا تحسن أن تصدر بيانا صحيحا كل هذا موثق وبالحقائق والوثائق ومر هذا في الحلقات الماضية هؤلاء فضيحة بتمام معنى الفضيحة هؤلاء عورة عورة قبيحة بتمام معنى العورة القبيحة على هذه المعطيات أسس الدين فأنتجوا لنا عقيدة ضال جاءت جماعا من عقائد الأشاعرة والمعتزلة هم مضطرون أن يذهبوا إلى الأشاعرة والمعتزلة لأن المعطيات التي عندهم قليلة ناقصة في أحسن الأحوال قبلوا عشر بالمئة من أحاديث أهل البيت عموم الأدعية والزيارات التي هي مصدر المعرفة الحقيقية تركوها ولم يأخذوا منها شيئا لماذا؟ لأن النواصب لا يمتلكون أدعية وزيارات فهي لا تمثل جزءا من منهج النواصب ومن هنا أخرج الأدعية والزيارات من المنهج المعرفي والثقافي والعقائدي وأجهل أجهل خلق الله بالأدعية والزيارات أصحاب العمائم بجانبك معمم حمار هذا حمار هذا سله سله عن المطالب التي تعلمتها في معاني الأدعية والزيارات من برامج قناة القمر سل الحمار الذي بجانبك هذا الحمار الذي طوى على رأسه مقدارا من القماش أكان من القماش الأبيض أم كان من القماش الأسود سل هذا الحمار وستطلع على حميريته وكلما وجدتم قماشا أكثر فإن الحميرية أكثر سلوهم واختبروهم تعلموا الحقائق الواضحة من ثقافة العترة من برامج قناة القمر تعلموها وبعد ذلك سلوهم واختبروهم ستجدونهم دون الحمير دون الحمير أنا لا أتحدث من دوني أن أكون مطلعا على الحقيقة الكاملة فأنا جزء من هذا الواقع أنا جزء من هذا الكيان الحميري أي عاقل إذا قلت له من أنك استنتجت نتيجة من معطيات ناقصة ماذا سيقول لك سيقول لك من أن نتيجتك خاطئة لأن النتيجة الصحيحة لا بد أن تستنتج من كل المعطيات فهؤلاء الثولان الأغبياء الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء الثيران استنتجوا الدين من معطيات ناقصة جدا من قرآن لم يفسروه بتفسيره الصحيح فكل ما جاءوا به لم يأتي صحيحا من القرآن وذهبوا إلى الروايات فألغوا منها في أحسن الأحوال أكثر من تسعين بالمئة فماذا بقي من المعطيات ماذا بقي من المعطيات هذه معطيات ناقصة جدا 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 ومحرفة في الوقت نفسه لأنهم بعد ذلك يسلطون على هذه المعطيات الناقصة يسلطون قواعد الفهم التي أخذوها من الشوافع ومن المعتزلة ما يسمى بعلم الأصول أتحدث عن أصول الفقه جاءوا به من الشوافع والمعتزلة وما يسمى بعلم الكلام الذي يرتبط بالعقائد جاءوا به من الأشاعرة والمعتزلة ديننا شافعي معتزلي بامتياز معطيات ديننا الأصلية ليست موجودة في هذا الدين الذي بين أيدينا تفسير القرآن الأصل ليس موجودة هم صنعوا تفسيرا مثل ما بيّنت لكم قبل قليل أكثره أخذوه من النواصب وأضافوا إليه من جهلهم وياليتهم على ثقافتين وياليتهم على علمين حينما يتحدثون في التفسير لو أقول بأنهم يضرطون فهو كثير عليهم كثير عليهم لا يفقهون شيئا من التفسير إنني أتحدث عن الكبار من أعلاهم إلى أسفلهم من الأعلى إلى الأسفل لا يفقهون شيئا من التفسير كتبهم دالة على ذلك وكل ما في كتبهم التي ترتبط بالتفسير تناقض المنهج العلوي في التفسير وهذا الأمر ينجر على الفضائيات وعلى المؤسسات التي هم يسمونها بالمؤسسات القرآنية كل نتاجهم مخالف للمنهج العلوي هذه هي الحقيقة من الآخر أنا لا أضحك عليكم لأنني أثبت هذه الحقائق بمئات من الوثائق بمئات من المصادر بمئات ومئات من الساعات وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية وكل هذا يبث عبر هذه الشاشة أنا لا أحدثكم عن خيالين أنا أحدثكم عن حقائق وهذه الحقائق موجودة على أرض الواقع وبإمكانكم أن تقارنوا بينما أحدثكم به وبينما يحدثكم هؤلاء الحمير الذين على المنابر الذين هم في المساجد والحسينيات الذين يخرجون عليكم عبر الفضائيات أو عبر المواقع الألكترونية قارنوا بينما يقولون وبينما أنقله لكم عن فكري وتفسيري وعقائدي وثقافتي وفقهي محمد وآل محمد ستجدون فارقا كبيرا لا وجه للمقايسة والمقارنة بين قذارات النواصب وقذارات الطوسيين البتريين وبين حقائق المعرفة ونور العلم في الدين والعقيدة والتفسير والفقه في منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هذه المشكلة التي حدثت الوسيلة الأساسية في كل ذلك ما يسمى بعلم الرجال هذه الوسيلة الشيطانية هي التي دمرت كل شيء في البداية دمروا تفسير علي وآل علي فصار القرآن المصحف صار منفردا من دون تفسير فلجأوا إلى النواصب وأخذوا التفسير من النواصب وأكملوا ما أخذوه من النواصب هم لا يستطيعون أن يأخذوا كل شيء من النواصب لأنهم إذا أخذوا كل شيء من النواصب انفضح أمرهم عند الشيعة ما أنا قلت لكم هناك مساحة الشيعة لا تعرفها في هذه المساحة يأخذون كل شيء من النواصب في المساحة التي الشيعة تطلع عليها عامة الشيعة يرقعونها بشيء من هرائهم وخرائهم العقلي ويأتون ببعض الروايات التي لا يفهمونها بشكل صحيح ويختارون الروايات التي هي بلسان التقية التي تأتي منسجمة مع النواصب إلا في المواطن المعروفة والمشهورة مثلا آية التطهير يفسرونها في أصحاب الكساء فهذا أمر تعرفه الشيعة لا يستطيعون أن يجعلوا آية التطهير في نساء النبي وبعض الشيعة يفعل ذلك في دروسهم في أبحاثهم ويقولون من أن التفسير الصحيح هو هذا سرسرية اتلية قواويت أي لفظ سيء أطلقوا عليهم هذا هو الواقع هذا هو الواقع في حوزة النجف وكربلا فجاءوا بعلم القنادر هذا بعلم الرجال فدمروا التفسير فصار القرآن المصحف منفردان ليس له من تفسير فذهبوا إلى النواصب وأكملوا ما جاءوا به من النواصب من عندهم وجاءوا ببعض الروايات التي لا يستطيعون أن يتركوها لو ترك الأمر إليهم تركوها ولكن ماذا يصنعون هناك مساحة الشيعة تطلع عليها فلابد أن يأتوا بالشيء الذي يضللون به الشيعة ويقنعون به الشيعة من أنهم من نفس العقيدة ومن نفس الدين وذهبوا في باب العقائد وباب الفتاوى فألغوا الأحاديث أخذوا عشر بالمئة من الأحاديث وأكثر هذه الأحاديث التي أخذوها هي في باب الفتاوى والأحكام وفهموها بمنهج الشافعي وما كان من تلك الروايات في باب العقائد فهموها بحسب قواعد علم الكلام المعتزلي ولم يعودوا إلى منهج العثرة الطاهرة بالمطلق فأنشأوا هذا الدين ونصبوا أنفسهم بديلا عن محمد وآل محمد وشددوا رباط الناس بهم المراجع يشددون رباط الناس بهم ألا تلاحظون الشيعة في العراق يذهبون لزيارة الأمير يختصرون الزيارة كي يقفوا طويلا في صف زيارة السيستاني كالنعاج يقفون حتى يدخلوا عليه ويقبلوا يده فقط هذا الطقس من طقوس أهل البيت وهؤلاء النعاج الذين يقفون في هذا الصف حينما يعودون إلى أهاليهم يقولون من أنه في هذه المرة توفقوا في كل مرة يزورون أمير المؤمنين ولا يزورون السيستاني لأنهم لم يأخذوا بطاقة زيارته من وكيل السيستاني في المدينة التي يعيشون فيها يقولون نحن توفقنا هذه المرة زيارة الأمير لا يعدونها توفيقا ويعدون زيارة شخص من عامة الشيعة يعدون ذلك توفيقا حمير هؤلاء والله الحمير أشرف منهم وأعلى درجة هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع الدين الذي تتدينون به هذه مصادره الأصلية المصادر الأصلية الحقيقية أبعدت نفيت أخرجت من الساحة الشيعية كل المشكلة في علم الرجال هذا هو السبب الذي يجعلني دائما أصر على مناقشة علم الرجال لأن علم الرجال هذا هو الذي عزل القرآن المصحف عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير وبهذا نقضنا بيعة الغدير وعلم الرجال هذا هو الذي دمر تسعين بالمئة من حديث أهل البيت وبقي بأيدينا بحدود عشر بالمئة معطيات ناقصة فكيف نستخرج منها نتائج صحيحة مع ملاحظة أن قواعد فهم هذه النصوص جئ بها من الشوافع والمعتزلة لم يؤتب تلك القواعد من منهج علي مثل ما بايعنا في بيعة الغدير هذا علي هذا علي يفهمكم بعدي لم نذهب إلى المنهج العلوي كي نفهم هذه النصوص وإنما ذهبنا إلى منهج الشوافع ومنهج المعتزلة هذه الحكاية من دون خداع هذه الحكاية من دون كذب وافتراء وهذه الحكاية أثبتها بمئات الأدلة عبر برامجي الكثيرة فاعرفوا أن الدين الذي بين أيديكم الذي يعلمكم إياه هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر أو هؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو في أي مكان آخر وهم يحدثونكم عن مراجع النجاف هذا ما هو بدين هدى هذا هو دين الضلال ودين الجهل والجهالة ودين السفاهة هذا هو الدين البتري والدين المرجعي القذر والذي يا شيعة النجاف ستحاربون به إمام زماننا حينما يأتي مقبلا من الحجاز أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك وحين أقول يا شيعة النجاف إنني أتحدث عن شيعة الحوزة لا أتحدث عن شيعة يقطنون المدينة إنهم شيعة العراق وشيعة الخليج إنهم الشيعة في كل مكان الذين يدينون بدين حوزة النجاف فهم شيعة النجاف شيعة المراجع ما هم بشيعة الحجة بن الحسان لذا سيناصرون مراجعهم ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل شكرا